يقول ابن جرير الطبري كنت في مكة في موسم الحج فرأيت رجلا ينادي يا معشر الحجاج فقدت كيسا فيه ألف دينار فمن رده إلي جزاه الله خيرا فقام إليه شيخ كبير من أهل مكة وقال له أبواب الكسب في بلدنا مسدودة فلعل هذا المال يقع في يد مؤمن فقير يطمع لو رد المال إليك أن تمنحه مئة دينار وهي عشر الألف فلم يرضى الرجل وقال لا أفعل وسأشتكيه لله يقول الطبري فوقع في نفسي أن الشيخ رجل فقير وقد وجد كيسا الدنانير ويطمع في جزء يسير فتبعته حتى عاد إلى منزله فكان كما ظننت وسمعته يقول لزوجته وجدت صاحب الدنانير ينادي عليها ولا يريد أن يجعل لواجده شيئا فماذا أفعل إني أخاف ربي فقالت له زوجته أنا وأولادك نقاسي الفقر معك منذ سنوات ولا شات لنا ولا مرعا خذ المال كله ولعل الله يغنيك بعد ذلك فتعطيه ماله فقال لها أو آكل حراما بعدما بلغت من العمر الكبر أو أحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقري لا والله لا أفعل يقول الطبري فانصرفت أنا في عجب من أمره هو وزوجته فلما أصبحنا سمعت صاحب الدنانير ينادي كما بالأمس فقام إليه الشيخ وقال بلدنا والله قليلة الزرع والضرع فإن وقع مالك في يد رجل يخاف الله فهل تعطيه عشرة دنانير فقط بدلا من مئة ليشتري شاة يحلبها ويطعم أولاده وحطبا ليبيعه ويكتسب قال الرجل لا أفعل وسأشتكيه لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فجذبه الشيخ وقال له تعال معي وخذ دنانيرك ودعني أنام الليل فلم يهنأ لي بال منذ أن وجدت هذا المال يقول ابن جرير فذهب معا وتبعتهما حتى دخل الشيخ منزله وأعطى للرجل الدنانير وقال له خذ مالك وأسأل الله أن يرزقني من فضله فأخذها الرجل وأراد الخروج فلما بلغ باب الدار قال يا شيخ مات أبي رحمه الله وترك لي ثلاثة آلاف دينار وقال لي أخرج ثلثها وفرقه على أحق الناس عندك فربطها في هذا الكيس حتى أنفقه على من يستحق والله ما رأيت منذ خرجت من بلادي إلى ها هنا رجلا أولى بها منك فخذه بارك الله لك فيه والرزاك خيرا على أمانتك وصبرك على فقرك ثم ذهب وترك المال فقام الشيخ يبكي ويقول حقا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم أخذ يدعو الله ويقول رحم الله صاحب المال في قبره وبارك الله في ولده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أقامت زوجة على زوجها قضية طلاق رغم أن زواجهما أثمر عن طفلين فقام القاضي في الجلسة الأولى بتأجيل القضية لأجل بعيد كي يترك مجالا للصلح وفي الجلسة الثانية سأل القاضي الزوجين إذا كان قد تراجع عن الطلاق فأكدت الزوجة عدم تراجعها فأجل القاضي الجلسة وزوجة في قمة الغضب لأنها تريد إنهاء حياتها الزوجية وكان السبب خلافهما هو عدم معرفة كل منهما حقوق الآخر وفي الموعد المحدد عقد القاضي جلسة وبدأ بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها ثم طلب من الزوج أن يجلس على كرسي وطاولة وأعطاه ورقة وقلمة وطلب منه أن يكتب عشر حسنات لزوجته فقط حسناتها ونفس الطلب طلابه من الزوجة وأخبرهما بأنه لن يقرأ ما سيكتبانه وأنهما فقط سيقرآن ما كتب دون خجل بعد انتهاء الزوجين من الكتابة أخذ القاضي منهما الورقتين وأعطى لزوجة ورقة الزوج وللزوج ورقة الزوجة وطلب منهما أن تكون القراءة في السر بدأت الزوجة تقرأ وتنظر في وجه زوجها وبدأت الابتسامة ترتسم على وجهها وتزداد وأخذت تنظر إلى عيني زوجها تارة تلقي نظرة جريئة وتارة تنظر نظرة خجل في نفس الوقت بدأ الزوج يقرأ ما كتبته زوجته ويبتسم ويمعن النظر بزوجته وهي مرة تنظر في عينيه ومرات للأرض في خجل ولم يكن معهما في القاعة سوى القاضي الذي خرج لدقيقتين وعندما عاد سمع همسا بعتاب حب بينهما فطلب منهما عدم التكلم معه وأن يخرج سويا ويحب ذا لو دع الزوج زوجته لتناول طعام الغداء في مطعم على أن يعود في الغد وأنه سينطق بحكم الطلاق الذي يريدانه وافق الزوجان وخرجا وفي الغد عادا يداهما متعانقتين ووجههما يبتسمان فقال لهما القاضي هل أثبت الطلاق؟ فقال له لا لقد عدنا لبيتنا بالأمس وقضينا أروع وقت مع طفلينا وانتهت كل المشاكل بيننا بما استعدناه من الحب الذي بيننا وبعدما علم كل منا حقوقه على الآخر وننصح كل زوجين على خلاف أن ينظر كل منهما إلى حسنات الآخر وستصبح الحياة أجمل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا